حقيقة لا نزال نرى أنه التدخل مجلس الأمن في شأن عراقي حقيقة قد أقحم هذا المجلس أقحم عنوة في الشأن العراقي وإلا موقف دولة القانون منذ البداية كان ضد إقحام مجلس الأمن واعتبار أنه هو جهة راعية أو لها من السلطة في نتائج الانتخابات أو التدخل الواضح والسافر في عملية إجراء الانتخابات وما يعقب نتائج الانتخابات هذا الموقف بشكل عام فبالتالي سواء صدر بيان أو لم يصدر بيان هو موقف ثابت بالنسبة إلى دولة القانون يعتبر الانتخابات شيء داخلي يفترض أن لا يقحم فيها مجلس الأمن وله رأي خاصة وقاله بالنسبة إلى لقاءات بلاس خارت السابقة أيضا قدمت دولة القانون رأيها بشكل دقيق إلى ممثلة الأمين العام للممتحدة أنه لا داعي لإقحام المجلس الأمن في هذا الموضوع وأنه كنا نتمنى من الحكومة العراقية ومن السيد الكاظمي عندما شاور الكتل السياسية قبل الانتخابات بأنه سيذهب أو أنه سيبلغ مجلس الأمن في عملية المراقبة للانتخابات كان دولة القانون أنه لا حاجة لنا في هذا الموضوع وإذا كان ولابد فعليه أن يبعث مثلا ممثلين عنه لمراقبة الانتخابات من أجل إضافة الشفافية والنزاهة على الانتخابات لكن لا يحق له أن يتدخل بالنتائج وأن يلزم ويفرض رأيه على الكتل السياسية سواء كانت الكتل هذه كتل فائزة أو معارضة شكرا للمشاهدة